سقوط منافسه بأفضل الطرق فاكتفى بتعادل باهت مع ضيفه ساوث هامتن في مباراة كان البلوز هم الأفضل فيها ورغم تسجيله هدف فريقه الوحيد لم يكن المهاجم دييغو كوستا موفقا واتسم أداؤه بالعصبية ولم يستطع تشيلسي التخلص من آثار الخروج المبكر من دور أبطال أوروبا وسقط في فخ التعادل اليوم ليرفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق 6 نقاط عن منشستر سيتي وأهدرت تشيلسي فرصة ثمينة لتوسيع الفارق إلى 8 نقاط بخلاف المباراة المؤجلة له لكنه لا يزال الأقرب إلى الفوز بلقب البطولة رغم وجود 9 مراحل متبقية على نهاية المسابقة هذا الموسم فيما رفع ساوث هامتن رصيده إلى 50 ليتقدم إلى المركز السادس بفارق الأهداف أمام توتنهام وتقدم كوستا بهدف مبكر لتشيلسي في الدقيقة الحادي عشرة قبل أن يعادل دوشان تاديتش في الدقيقة التاسعة عشرة من ضربة جزاء يبدو أن تشيلسي لا زال يعيش صدمة باريس سان جيرمان والبطئ وعدم الفعالي لوحظت بالمباريات باستثناء اللاعب البلجيكي هزار أما بقية اللاعبين فكان أداهم ضعيف في المباراة وفي شوط المباراة الثاني لاحت عدة فرص للبلوز أبرزها انفرادة البرازيلي أوسكار والذي سددها ضعيفة كما لاحت فرص لجون تيري والاحتياطي كودرادو في الدقائق الأخيرة قبل أن يتمكن رجال رولاند كومان من إغلاق المساحات وحصر اللعب في وسط الملعب لتنزهي المباراة بالتعادل بهدف لهدف لقد كانت مباراة جيدة لكننا كنا نستحق الفوز لأن تشيلسي استحود على القرى في شوط الثاني أعتقد أن ساوث هامتن أضاع العديد من الفرص لكن في شوط الثاني أوتحت فرص عديدة لتشيلسي إنها لخبرة جميلة أن نكون هنا اليوم لكن النتيجة كانت محبطة أداء مخيب لتشيلسي أمام ساوث هامتن انتهى بتعادل بتعم الخسارة إلى أن البلوز ما زالوا في وضع مريح في صدارة الدوري بفارق ست نقاط عن منشستر سيتي أقرب منافسي الذي تلقى هزيمة غير متوقعة أمام بارني لبرنامج كورة عالمية دانيا إرشيد لنزان هذا تقرير عن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي وأبدأ معك كابتن وسامة عن هذه الجولة خسارة خامسة للمان سيتي تعرق المسيرة المان سيتي أيضا لمطاردة تشيلسي تشيلسي بتعادل بطعم الخسارة لكنه يبقى في الصدارة المان يونايتد بفوز رائع ومستوى جيد يحتل المركز الرابع الأرسنال في الثالث ساوثامتن وما يقدم بتعادله مع تشيلسي الأخير الذي يمتلك أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي هناك متغيرات ربما تلعب الأندية صاحبة الوسط أو المؤخرة في المتغيرات في مراكز الصدارة في الدوري الإنجليزي أنا أتفق تماما معك يا سيد علي أن هناك فعلا متغيرات كثيرة في الكرة الإنجليزية وخاصة في فرع الصدارة لكن إذا تحدثنا عن تشيلسي وعن مرحلة انعدام الوزن اللي بيمر بها فريد تشيلسي حاليا طبعا كلنا شاهدنا مباراة باريس سان جرمان وما حدث في هذه المباراة وخروج تشيلسي من كأس أنديت أوروبا وأيضا تعادل تشيلسي الأخير مع فريد ساوثامتن لكن يجب أن نعلم أن تشيلسي يدربه مدرب يعني يلعب لإثارة الآخرين لأنه مدرب من المدربين اللي يعرف كيف يحصل على بطولة فبالتالي أنا أتصور أن الصراع حاليا هيكون بين طريقة واسلوب مورينيو في التعامل مع المباريات القادمة تشيلسي يتقدم على منشستر سيتي بستة نقاط وله مباراة مؤجلة فبالتالي لديه أرياحية كبيرة في الحفاظ على الصدارة ولكن مسألة الإعداد الزهني والنفسي والفني لفريد شيلسي أنا أتصور أن طريقة أداء مورينيو وتعامل مع لاعبيه ومع المباريات ومع المنافسين أتصور أن مورينيو سيظهر القيمة الحقيقية وقوة وصلابة أدائه الزهني اللي بيقدر يوصلوا للاعبيه من خلال المباريات القادمة فأتصور أن الصراع القادم سيكون صراع مدربين أنا أتصور كنظرة تحليلية تشيلسي سيحصل على بطولة كأس بطولة الدوري الإنجليزي هذا العام ولكن الصراع الحقيقي اللي نشاهده في المباريات القادمة هو إعلان مورينيو وتصريحه الخطير بأنه هناك فرق كبير جداً بينه كمدرب وباقي المدربين الإنجليز الموجودين في الدوري الإنجليزي ده معناه أنه بيقول للناس كلها أهلاً بيكم أنا أتقبل الإصراع وأتقبل المنافسة ولكن فيه فرق كبير جداً بينه وبينك أنا أتصور هنا المعضلة الكبيرة اللي إحنا ممكن نشاهدها في المباريات القادمة طريق التعامل مورينيو مع الفرق المنافسة وإسلوب أدائه مع لاعبيه للحفاظ على الصدارة اللي بيأتصدرها حتى الآن بفارق ست نقاط عن منشستر عن مان سيتي جميل أحمد هذه الجولة أيضاً جولة مثيرة كما هي عدد الدوري الإنجليزي في الجولات الماضية لكن أتوقف عن تصريح الجوزي مورينيو بعد مباراة ساوثامتون وقال أن هذا التعادل سيجعل المنافسة على لقب الدوري مع أكثر من نادي في الدوري الإنجليزي وتوقع أن الأرسنل والمان يونايتد سينافسون على الدوري كيف تقرأ تصريح مورينيو؟ هل هو معنوي الفوارق واضحة؟ تشلسي يحتل الصدارة بست نقاط عن أقرب منافسه المان سيتي أو هو تحدي للمدربين كما ذكر في أحد التصريحات؟ بالنسبة لما ذكروا مورينيو طبعاً هو يمكن شيء طبيعي هو المدرب يمكن عارف ما ينتظره في المستقبل من المباريات لو الآن أخذنا المباريات الدوري الإنجليزي في المجمل في آخر عشر جولات نرى تقريباً بعض الأرقام التي تم تحقيقها من قبل الأندي الأربع المتصدرة للدوري الآن مطابقة لكلام مورينيو تقريباً الأرسنل الآن في آخر عشر مباريات حقق 24 نقطة يعني خسر في مبارتين وفاز في ثمانة مباريات شلسي في آخر عشر مباريات فاز في خمس مباريات وأربع تعادلات وخسارة من سيتي تقريباً هو الأسوأ في آخر عشر مباريات فاز في أربع مباريات وتعادل في ثلاثة خسائر فلو أخذنا المباريات الأخيرة كمعدل تقريباً نرى أن بعض الأندي لها فرص خصوصاً الأرسنل إذا استمر في السير على نفس النهج الذي يماشي عليه في آخر عشر مباريات ثمانية انتصارات متتالية وخسارتين فقط فهذا رقم كبير هو تقريباً اللي بيحدد الصورة بصفة نهاية هي المباريات المؤجلة اللي صالحها تشلسي في حال تعثر تشلسي أتوقع دولي الإنجليزي حتزيد إثارته خصوصاً أن تشلسي راح يواجه الأرسنل على سبيل المثال في ملعب الأرسنل في مباريات كبيرة أيضاً حتنتظر المان سيتي حتنتظر المان يوناتي فلسه تقريباً هو تصريح مريني وتوقع تصريح استباقي ممكن على أساس أنه في المستقبل أي شيء يحدث ممكن يقول أنا سبق وانذكرت أنه إثارة الدولي الإنجليزي لا سارت مستمرة ولم يتم حسم اللقب بشكل كامل خصوصاً يا زميلي علي أنه آخر الأندية مثلاً سيتي تعثر من أمام نادي بنلي سوثابتون تعادل مع تشلسي فما حد يضمن أنه هل يستطيع الانتصار على الأندية المؤخرة أم لا لأنه الآن دائرة المنافسة توسعت حتى في أندية المؤخرة الآن كل نادي يبغى يهرب من شبح الهبوط فدولي الإنجليزي تقريباً الآن في آخر الأمتال سنلاقي متعة أكثر من ما نتوقع وأتوقع أنه ممكن أن المنافسة لا زالت مفتوحة واللي راح يحدد حجم المنافسة وحظوظ الأندية الأخرى هي مبارات تشلسي اللي راح تكون مؤجلة واللي راح يلعب في الأيام المقبلة إن شاء الله جميل أحمد لو خرج مان سيتي من دوري أبطال أوروبا كما يقرأ المتوقعون من خلال مباراته أمام برشلونة وأيضاً الخسارة من أمام بيرلي اللي طبعاً حملوها بيلي جريني هل تعتقد أنه ستودي ببيلي جريني وسيرحل عن المان سيتي؟ والله علي أصر تقريباً في آخر الأيام الماضية كانت في بعض الأحاديث في الصحفة الإنجليزية حتى في الصحفة الإسبانية أنه بيلي جريني راحل عن المان سيتي بحسب رغبة الملاك النادي أنهم وصلوا لقناعة أنه بيلي جريني لم يعد يصلح لتدريب الفريق وفي أسماء مطروحة يورغين كلوب والإسباني بيبي جورديولا فممكن كل شيء وقعي لكن أتوقع أنه رغبة الملاك مان سيتي هي ممكن تغيير جلد الفريق حتى الآن في بعض الأسماء قادر الفريق على سبيل المثال ميلنر اللاعب الدول الإنجليزية قاد يغادر مان سيتي في قادم الأيام بحسب ما أوردته الصحفة الإنجليزية في سابق الأيام وهذا الشيء ممكن يوحي أنه رغبة الملاك النادي أنهم يكونوا فريق جديد ممكن ينافسوا عليه أوروبيا لأنه مان سيتي تقريبا حقق كل البطولات المتاحة محليا بقي له أن يحقق البطولة الأوروبية كما حدث مع تشلزي في السنوات السابقة حقق كل البطولات وكان علم النادي هو تحقق بطولة دولة البطالة الأوروبا وحققها قبل موسمين تقريبا فكل شيء واقعي وأتوقعي أنها ردة فعل الملاك النادي لح تظهر بعد مباراة برشلونة التي تقريبا حضوض برشلونة فيها أكبر جميل فيصل هذه الجولة في الدولة الإنجليزية كيف تراها هل فعلا ستمنح فرصة البلغريني في الفترة القادمة تقدم ساوتهامتون تقدم مانشستر يونايتد خسارة سيتي تشلزي تعادلوا بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا كانوا يحتاجون لفوز في مباراة ساوتهامتون بشكل عام ستمنح في الجولة الأخيرة تحديدا تشلزي يضع فرصة كان بالإمكان أن يوسع الفارق بينه وبين من سيتي لكن كان خصم الطبيعي وليس سهل أكيد ساوتهامتون لكن لو تلاحظ ساوتهامتون بداية الدوري تقريبا فعلا كان يقدم مباريات جيدة كان ظهر بمستويات مميزة حقيقة لكن شوفنا نحكي لنا ساوتهامتون في الفترة الأخيرة رغم أنه يملك حارس ممتاز فريزر فورسر حارس سلتك السابق ومحور ارتكاز من طرحات هذه المبارات هي نجم يعني أكيد فورسر أنا متابع لها شخصية بحكمني أنا مشجع نادي سلتك حارس نتذكر تماماً من اللي قدمه أمام برشلونة في دوري بطالة أوروبا لكن بشكل عام تشلسي كان عنده فرصة أنه مباراة على ملعبك أنك توسع الفارق بينك وبين مان سيتي في المقابل مان سيتي أيضاً كان عنده فرصة أنه يتخطى بيرلي ويقترب أكثر من تشلسي رغم طبعاً مباراة مان سيتي قبل مباراة تشلسي في الدوري بشكل عام يعني فيه حسابية لو ناخذها حسابية مثل ما تفضل أخوي أحمد بقية الفرق ممكن يكون لها حظوظ لكن منطقياً أشوف أنه تشلسي هو الأقرب لا يسري من تشلسي أنه خلاص ما عنده أي شيء الآن بطولات المحلية تقريباً أنهاها بطولة حصلها بطولة خرج منها أوروبياً خرج فراح يركز بشكل كبير على بطولة الدوري بالنسبة للمباراة المؤجلة تقرر لعبة في الجولة أعتقد 34 أو 35 قبل نهاية الدوري بثلاث جولات وهي اعتبرها سلاح ذو حدين لماذا؟ لأنه أنت تلعب مع ليستر سيتي ليستر سيتي ممكن أنه يكون ضامن الهبوط قبل الجولة هذه بالتالي ستكون مباراة سهلة سهلة على تشلسي في المقابل ممكن أنه أيضاً تشلسي يكون هو أيضاً ضامن التأهل وتكون هي مباراة مفصلية بالنسبة لليستر سيتي يعني متغيرات كثيرة احنا شفناها للمتابع الدوري الإنجليزي السنوات الماضية لاحظنا متغيرات كثيرة في الجولات الأخيرة وهذا الشيء أضاف متعة يعني في الدوري الإنجليزي مقارنة باقي البطولات لكن منطقياً بشكل عام عشان ما أطول عليك السنوات يعني أنه الأقرب نشوف تشلسي وهي مسألة وقت يعني أتوقع مورينو معروفة سياسة مورينو دائماً يعني إذا خرج من بطولة ربية يرمي بكل ثقة هو ما عنده خيار الآن المحافظة على الدوري هذا اللي يتبقى له بالضبط ما عنده أي خيار يعني وأرسنال بحكم أخي أحمد أرسنالي ما ينتفظ إلا في الجولات الأخيرة هذا ديداً أرسنال في السنوات الأخيرة لكن أرسنفنجر رفع الرأي البيضة يعني في المنافسة على اللقب وذكر في تصريح متعددة بأنه يريد الحفاظ على مركز متقدم للمشاركة هو أشوف أقولها بصراحة يزالوا مني جماهير أرسنال بطولة أرسنال في السنوات الأخيرة هي المركز الرابع يكون منضقيين أكثر وفعلاً السنة هذه زي ما قلت أنه فرصاً والقرعة حطتك مع فريق زي موناكو ومناكو فريق محترم لكن كان بالإمكانك تتخطى فمثل ما ذكرت أنه راح ركز أوروبياً لكن المهمة لن تكون بلك السهولة رغم النتائج المميزة اللي يقدم أرسنال في الجولات الأخيرة جميل نقفل الملف الدولي الإنجليزي والجولة التاسعة والعشرين ونذهب إلى الجولة السابعة والعشرين من الدورية الإسبانية نتابع هذا التقرير ونعود تتسارع الأحداث في اللي غالي إسبانية مع اقتراب الموسم من نهايته فاستعاد المرينغي صحوته بعد أن أيقظته صيحات الاستهجام في البرنابيو من غيبوبته الطويلة ففجر جاريث بيل ضغط الانتقادات بثنائية بيضاء سكنت شباكا ليبانتي في اللقاء الذي جمعهما في ملعب سانتياغو برنابيو فوز اللوس بلانكوس أعطى للجماهير المدريدية جرعة مهدئة عزز تأثيرها عودة قلب الدفاع سيرخيو راموس إلى صفوف الفريق فيما استطاع كارلون تشيلاتي من ضبط بوصلته الكروية على الوجهة الصحيحة قبل انطلاق شرارة الكلاسيكو من الواضح أن أداء ريال مدريد تراجع كثيرا مؤخرا لكنه قام بمباراة جيدة هذه الجولة يبدو أن ريال مدريد حسب وجهة نظري في حالة صدمة فلم يقدم أداء جيدا في الأونات الأخيرة لكنني أعتقد أنه يخفي أوراقه الرابحة ليستعملها ضد غريمه المطلق برشلونة في كلاسيكو الجولة المقبلة برشلونة احتفل بصدارته للتصنيف بفوز آخر على إيبار بهدفين نظيفين عزز بهما ليو ميسي ستوى ثلاث الجرانا بثلاث نقاط إضافية فأداء الأرجنتيني الأسطوري يلهم الفريق ويقوده لتعزيز وحدة الصفوف بمواجهة عصفة الكلاسيكو القادمة في الكامب نو فيما ينعمل وسان ليكي بطمأنينة مطلقة لأداء فريقه الذي وصفته صحيفة الموندا دي بورتيبو بالقائد الصلب كان يمكن للمباراة أن تكون فخا لبرشلونة لكنه تجاوزها بسهولة إبار فريق ضعيف فكانت مباراة بسيطة لبرشلونة الذي يقدم أفضل مستوياته رجال سيميوني كانوا على موعدا هذه المرة مع انحدار جديد لم يحرمهم من نقاط هذه الجولة فحسب وإنما ألقى بهم بعيدا عن صراع الكبار لبعض من الوقت فعجزت هجمات الروخي بلانكوس عن إيجاد هدف لها في شباكي إسبانيول في اللقاء الذي جمعهما في ملعب كورنيا البرات لتنتهي المباراة بتعادل سلبي أقدم ضاجع الكالديرون فقناعة دياغو سيميوني بالمركز الثالث ضللت الفريق بأداء افتقر للحماس وزج به في المركز الرابع ليحظى مترسده فالانسيا بفرصة حلم بها طويلا فارتقى إلى سلم القمة بعد أن هزم على أرضه دي بورتيبولا كورونيا بهدفين مقابل لا شيء أتلاتكو مدريد يلعب مؤخرا بشكل سيء جدا فبعد أن ربح بنتيجة أربعة مقابل صفر على ريال مدريد انحضر أداؤه كثيرا ولم يفز بأي مباراة بعد هذا اللقاء فيبدو أنه فقد تركيزه على أهدافه الأساسية وأكثر ما يقلقنا كمشجعين هو مباراته التي سيخوضها أمام باير ليفر كوزند في تشامبيونز لي فلسنا على ثقة من قدرته على التآهل وعزز أشبيليا مركزه الخامس برصيد 52 نقطة بعد فوزه على ألتشاي بثلاثية نظيفة قلست الفارقة بينه وبين أتلاتكو مدريد في المركز الرابع إلى أربع نقاط فقط ومع نهاية الجولة 27 من الليجة الإسبانية بات تصنيفه مجموعة نقاط الأندية على الشكل التالي يسعى برشلونة جاهدا لتعميق جراح ريال مدريد في كلاسيكو الجولة المقبلة فيما سيكون على كارلو أنشلوتي أن ينجو بسفينته إلى بر الأمان واستعصفة الانتقادات التي لم تستثني أحدا من فريقه وليس ببعيدا عن قطبي سرع الليجة الإسبانية استطاع فالانسيا أن يشق طريقه إلى مثلث الكبار ليبرهن أن الوصول للقمة لا يستلزمه سوى المثابرة وعزمة لا تلينو أمام الشدائد لبرنامج الكرة العالمية يانمهنة مدريد كابتن وسامة هذه الجولة وما زال استمرار برشلونة في المحافظة على الصدارة بنقطة عن الريال وتقديم المستويات الجيدة من برشلونة أيضا العكس فريق الريال فوز على إيفانتي بهدفين مقابل لا شيء لكنه غير مرضي في الأداء ليس للجماهر فقط ولكن لي أنشلت حتى الذي انتقد أداء الريال في هذه المباراة وذكر بأن الريال لا يلعب على مدار التسعين دقيقة كاملة يلعب الشوط الأول بشكل جيد ولكن الشوط الثاني يتراخى وهذه مشكلة ربما تؤثر عليهم في الكلاسيكو يوم الأحد القادم تعليقك وما فيه شك أن حلاوة الكرة الأسبانية في برشلونة وريال مدريد والصراع بين الفريقين يعني المركز الأول لبرشلونة بـ 65 نقطة المركز الثاني لريال مدريد بـ 64 نقطة هنا الفرق حقيقة ضئيل جدا ولكن فريق برشلونة لديه قوة هجومية طبعا بقيادة ميسي ونيمار قوة هجومية عالية جدا مع تنوع الأداء الهجومي وطريق اللعب واسلوب الأداء الجماعي لفريق برشلونة اللي حاليا يعود مرة أخرى لحلاوة الأداء هو طبعا السنة الماضية كان عنده انعدام وزن كبير جدا في اسلوب الأداء الفني وانخفاض مستوى ميسي ولكن أنا أتصور أن برشلونة هذا العام وغريمه التقليدي ريال مدريد وتقليص الفارق بين الفريقين لنقطة واحدة أتصور أن الصراع سيظل قائما في الكرة الأسبانية هذا العام حتى المباراة الأخيرة من الدوري الأسباني هنعود بالذاكرة كده من أربع أو خمس أو ست سنوات نفس السيناريو يحدث مرة أخرى هنا الكرة الأسبانية في فرق المقدمة عبارة عن مجموعتين المجموعة الأولى تضم برشلونة ريال مدريد والمجموعة الثانية تلات فرق اللي هم كل من فالنسيا بـ 57 نقطة وأتلاتيكو مدريد 56 نقطة وأشبيليا بـ 52 نقطة هنا الثلاث فرق صراع قوي جدا بينهم على من يلحق بريال مدريد وبرشلونة ولكن أنا أتصور من الناحية الفنية أن المباراة الجولة القادمة بين ريال مدريد وبرشلونة الفائز بهذه المباراة سيتصدر المسابقة ويحاول يحافظ على الصدارة حتى نهاية الموسم ولكن أنا أتصور أيضا من الناحية الفنية أن المباراة ستكون صعبة جدا على الفريقين لأنها مباراة بطولة من الدرجة الأولى جميل أحمد خلينا نتكلم عن هذه الجولة أيضا ما تحمله أيضا من جولتين ماضية تصدر برشلونة للدوري الإسباني وتنازل الريال عن هذا التصدر الريال يعاني للمباراة الثانية رونالدو لا يسجل وكان في تصريح سيرجيو راموس مدافع الريال بأنه لا بد أن نقف مع كريستيان لأنه لاعب مميز يمر بظروف صعبة ولكن لا بد أن نقف معه أيضا تحدث كان لونشلوتي بأن الريال يعاني من مشاكل فنية في الشوط الثاني برشلونة جاهز جاهزية وتحقيق النتائج المرضية لجماهيره وأيضا للجهاز الفني ومدربة لويس الريكي أيضا أتلتكو مدريد وابتعاد قليلا عن المركز الثالث والمنافسة بتعادل الأخير وافتقاده للعديد من النقاط كيف تقرأ هذه الجولة أحمد؟ والله يا أخوي علي الجولة هذه جولة تقريبا استعدت توازن بالنسبة للمدريد خصوصا فوزو بهدفين ضد ليفانتي تقريبا أعاد بعض الثقة للشارع المدريدي ورغم من المباراة كانت مقام على أرضية السانتياغو برنبيو برشلونة تقريبا مستمرة على نفس النهج في الانتصارات هو ثلاثة مدريد الذي عليه إعلامة استفام في آخر ثلاثة مباريات ثلاثة عادلات الفريق تقريبا خسر حوالي ستة انقاط يعني خسارت مبارتين على حسابيا لكن هي ثلاثة عادلات برشلونة أتوقع يمكن بعد يناير الفريق في ريتم تصاعده كبير جدا الفريق في آخر عشر مباريات فاز في تسع مباريات وخسر مباراة وحيدة كانت مفاجئة التي هي مباراة ملقة عكس ريال مدريد الذي في آخر عشر مباريات فاز في سبع مباريات وخسر خسارتين أمام ثلاثة ومدريد بالرباعية وثلاثة بالباو بنتجة واحد صفر وتعادل أمام فيا ريال فريال مدريد تقريبا فقد الأدفانتج والفرصة التي كانت عنده بالابتعاد بالصدارة لكن عودة ميسي للتألق من جديد يمكن أعادة برشلونة للوهج لو أخذنا رقميا أخوي علي أيضا ما بين الثلاثي بي بي سي اللي يلقبون بالبي بي سي اللي هم قارث بيل وكريم بنزيمة ورونالدو تقريبا الثلاثي اشترك تقريبا في حوالي ثلاثة وسبعين مباراة في الموسم إلى الآن في جميع المسابقات جميعهم ساهموا مع بعض في أربع وسبعين هدف لو رناظرنا للجانب الآخر في برشلونة ما بين ليونيل ميسي ونيمار ولويسي سواريز الثلاثي شاركوا كلهم في ثماني ستين مباراة في كافة مباريات الموسم ساهموا جميعا مع بعض تسعين هدف فعلى هذا الأساس الفوارق واضحة والعلامة الفارقة هو ميسي ميسي إن كان في وضع طبيعي تقريبا برشلونة رح يمتع كما كان برشلونة في عهد غورديولا أنريكي الآن تحصل على بعض الثقة أتوقع إذا استطاع أنريكي في الانتصار بالكلاسيكو يوم الأحد المقبل أتوقع أمكن رح يتم تجديد الثقة فيه أكثر وأكثر والشارع الكاتلوني رح يكون واثق من خيارات السيد لويس أنريكي والفائز تقريبا من برات الكلاسيكو هو اللي رح يبتعد بالصدارة بشكل منفرد في قادم الجولات لأنه الآن ما تبقى من الدور الإسباني أي شيء خصوصا إذا أخذنا على أرض الواقع يعني ما فيه أي مقارنة مثلا ما بين أندية المقدمة خصوصا أندية برشلونة وليا المدريد مع بقية الأندية حتى لو كان أندية أتلاتيكو ومدريد وفالنسيا يتنافسون على المركز المؤهل للدوري أبطال أوروبا لكن الموسم الحالي ليس بالكفاءة اللي ينافسوا فيها من خلالها على بطولة الدوري خصوصا أنه برشلونة وليا مدريد السنة أنفقوا ملايين اليوروهات على استقرار بفضل النجوم جميل فيصل تكلم عن هذه الجولة استمرار برشلونة في الصدارة ملاحقة الريال لبرشلونة بعد تنازل عن الصدارة بأسباب خسارة الريال في بعض المباريات وبعض النقاط فلنسيا أيضا استمراره وإحتلال المركز الثالث تعادت ليتكو مؤقتا عن هذا المركز وهذه المنافسة كيف ترى؟ طبعا إلى حد كبير الآن اللقباني حصر بين برشلونة وليا مديد بصفة كبيرة ومثل ما تفضل أخو يا أحمد عادة الميال المجارية لا يوجد شيء جديد في الدوري أسباني مقارنة بالسنوات الماضية إذا استثنينا بطولة العام الماضي الحقاقها هاتلتكو مدريد المنافسة أزالية دائما بين الريال مديد وبرشلونة هذا الموسم يعني يمكن المعادلة المقلوبة بالنسبة لفريقين تحديدا شوف نحنب بداية قوية يعني ما رح أقول لك بداية قوية وبرشلونة بدأ بخسارة لكن تقريبا يعني مش برتم تصاعدي بينما برشلونة كان يتخبط مع الريكي لكن مع نهاية 2014 دقونا في يناير 2015 المعادلة صبحت مقلوبة لحد ما يعني برشلونة بدأ استعيد عافية بدأ يقدم مستويات متميزة ونتاج بالخمسة أكيد بنتاج بالخمسة لا سيما أنه يملك قوة هجومية ضاربة يعني متما كان ثلاث سواريز وميسي ونيمار في مستواهم ما أعتقد فيه خط دفاع يستطيع موجهة هذا الثلاثي اللي اعتبره أن الثلاثي مريع بحقيقة ريال مدريد في الفترة الأخيرة شاهد تراجع كبير حتى على المستوى حتى أوروبيين شفنا كلنا مباراتهم عشالكة يعني كان قريب جدا من خروج يعني لكن أتوقع مع عودة لوكا مودريتش من الإصابة أيضا الثقة اللي استعادها لو حتى يعني قلنا جزئيا قارث بيلا في مبارات الأخيرة مع ليفانت يسجل هدفين اللي كان عليها لغط كثير وعتب كثير نحن شفنا صحات الاستهجام للجماهير مدريد على قارث بيل في آخر المباريات حتى هو لما سجل هدف إذا لاحظت أخي علي حط يده على هذا يعني ما يبغى يسمع صحات الاستهجام لكن يعني أغلب التقارير الآن وأغلب الجماهير المتابعة لدوري أصباني تعتقد أنه الفائز في مبارات الكليسيكو رح يحسم اللقب بشكل كبير منطقيين كلام يعني واقعيين ومنطقيين هل كلام صحيح فعلا لكن ما ننسى أنه بعد بعد الموقعة الكليسيكو رح يتبقى عشر جولات وعشر جولات في عالم كرة القدم تعتبر طويلة ممكن تغير فيها أشياء كثير صحيح بغض النظر عن الفوارق اللي بذكرها أخي أحمد بين ريال وبرشة وبقية الفرق في الموسم هذا لكن ما ننسى أنه برشلون يتبقى له في الجولة الأخيرة قبل الأخيرة مباراة مع أثلتكو مدريد على ملعب الفسينتي كالديرون مباراة صعبة أيضا تنتظر أعتقد أمام أيضا ريال مدريد ينتظر مباراة يعني ليست يعني أقل بالضبط يعني أمامه شبيليا أمامه فرنسيا نعم فنتظل يعني خلينا نتكلم عن الكلاسيكو اللي إن شاء الله سيكون الأسبوع القادم سنفرد له مساحة كبيرة هذا الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد عودة المصابين مدريد عودة الريال هناك إصابات في برشلونة لبعض اللاعبين بوسكيتس يمكن إصابة بوسكيتش يعني هي تقريبا أكثر تأثيرا لأسيما بوسكيتش كان يقدم مستويات مع أنه أنا خفض مستوى السنة هذه لكن بشكل عامي يظل لاعب لثقله في تشكيلة برشلونة لاعب يعني محرور ارتكاز من طراز عالي يربط بين خط الوسط وخط الدفاع أيضا يعني من جانب التمرير تنميرات بوسكيتش لاحظناها في السنوات الأخيرة معدل التنميرات الناجحة عالي جدا بالنسبة لبوسكيتش أكيد إصابة بوسكيتش رح تشكل ضربة قوية رغم طبعا الإصابة لا فترة لكن أنه رح يفتقدون لخدمات بوسكيتش في الكلاسفور مبارات مهمة طبعا يعني مبارات مهمة لكنها توقع المبارات في أرض برشلونة وفنيا تقريبا هو الأقرب بحكم جاهزية غياب منتوية أيضا غياب منتوية لكن منطقيا في الجولات الأخيرة توقع أنه برشلونة في هذا اللقاء لا أنا توقع شخصي تعادل توقع شخصي لكن برشلونة طبعا الأقرب عطفا على المستويات الأخيرة التي قدمها وعلى أرقام شفنا أرقام مرعبة بالنسبة للمسي طيب كابت أنه سامة خليل أخيرا توقعت لهذا الكلاسيكو من سيتجاوز الآخر ومن ربما سيبتعد كثيرا عن الآخر برشلونة والريال من خلال لقاء الأحد القادم حزوز فريق برشلونة ستكون قوية لأن المباراة على ملعبه وأيضا هو في الصدارة وعايز يبتعد به على الأقل ثلاث نقاط خليهم أربع نقاط إذا فاز عن غريم التقليدي ريال مدريد لكن أنا أتصور أيضا أن المباراة لن تكون سهلة برشلونة لأنه يكون في ضغط جماهير كبير جدا وريال مدريد عايز يعود مرة أخرى للصدارة فأتصور من الناحية الفنية قد تكون المباراة أقرب لمباراة عدلية يعني الفريقين إلى حد ما إذا كانت هناك قوة هجومية يقابلها قوة دفاعية في كلا الفريقين والإحكام الرقابة وإحكام تضييق مساحات الملعب على مدين الفريقين أما إذا فاز برشلونة بيئة المباراة فسيتقدم كثيرا وإذا فاز ريال مدريد بيئة المباراة فأنا أتصور أن المنافسة ستكون أصعب وأصعب مع المباراة القادمة جميل كابتن أسامة يعني في الختام أهنيكم على ما يقدم الفرعون المصري في الدور الإيطالي الكابتن محمد صلاح والإشادة التي يجدها الكابتن محمد صلاح في انتقاله إلى الفيولا والمستويات المميزة واليوم طبعا فرونتينا فاز على ميلان وجه وجه خير على فرونتينا منذ قدومه إلى هذا النائد لا في الشك هو لاعب فعلا يستحق كل التقدير والثناء لأنه لاعب مكتهد وطموح وأتصور أنه مثال رائع للاعب الكرة العربي وليس المصري فقط لأن اللاعب العربي لديه من المهارة والإمكانيات الفنية الكثير والكثير ولكن إذا توفرت هذه الإمكانيات في جو احترافي سليم وطريقة إعداد سليمة أنا أتصور أن من الممكن لللاعب العربي أن يتقدم لمراحل كبيرة جدا في الكرة العالمية محمد صلاح ظاهرة كروية تمتاز بالعمل الدؤوب داخل الملعب والتركيز الشديد إذا لاحظت إسلوب أداء محمد صلاح أثناء المباراة فهو أحد اللاعبين الذين لديهم قدرات تركيزية عالية جدا جدا أثناء المباراة وبالتالي هو دائما يعمد إلى اللاعب كمهاجم وأيضا يلعب بإسلوب جماعي وإسلوب إعداد هجومي ومساعدة المهاجمين لإحراز الأهداف بجانب أنه يحرز أهداف حتى الآن محمد صلاح لعب ثمان مباريات سجل سبع أهداف فأتصور أنه فعلا لاعب يستحق كل الثناء كلاعب عربي في الدوري الإيطالي يستحق الكابتن محمد صلاح وبالتوفيق له وكل الشكر لك كابتن وسامة خليل نورتنا في هذه الحلقة بحضورك وتميزك في طرحك شكرا لك وإن شاء الله نتواصل معك في حلقات قادمة شكرا لك شكرا شكرا لكابتن وسامة خليل الإعلامي الرياضي المصري من القاهرة أحمد المعلم أخيرا توقعاتك لكلاسيكو القادم بين البرشة وريال مدريد من سيكسب هذا اللقاء؟ والله أخوي علي أول شيء إذا أخذنا الموضوع من جانبين جانب الرقمي والجانب الفني الشقة الفني أول شيء برشلونة تقريبا هو الصاحب الحظوظ الأعلى في الانتصار خصوصا أن المباراة ستقام على أرضية الكام بنو والفريقة الآن تقريبا في شبه حكم المتأهل لدور المقبل ودور أبطال أوروبا المعنويات عالية الفريقة متعود على عقلية الانتصار في المباراة المؤخرة عكس ريال مدريد الذي يعيش حالة ذبدو بنوع عمى رقميا لو أخذنا برشلونة في آخر عشر مباراة عالية سجل تقريبا 37 هدف بمعدل ثلاثة فاصلة سبعة في كل مباراة ثلاثة أهداف وفاصلة سبعة في كل مباراة عكس ريال مدريد في آخر عشر مباريات سجل تسعة عشر هدف يعني تتكلم على ضعف أرقام برشلونة فرقميا برشلونة هو صاحب الحظوظ الأعلى إذا استثنينا الآن كمان الحالة اللي يعيش فيها رونالدو اللي هو العلامة الفارقة في ريال مدريد ممكن ريال مدريد راح يواجه صعوبات في أنه يسجل على برشلونة لكن مباراة زي مباراة الكلاسيكو الواحد صعب أن نتوقعها مباراة بين غريمين تقليدين ريال مدريد سبق أن ننتصر على برشلونة أكثر من مرة على أرضية الكامبنو كل الخيارات المفتوحة لكن على أرض الواقع وعلى الورق تقريبا برشلونة هو صاحب الحظوظ الأعلى إذا ما أخذنا الأمور على حسب الأحداث السابقة في الجولات الماضية جميل أحمد المعلم الإعلامي الرياضي كان معنا من جدة شكرا لك أحمد يعطيك العافية تواصلك مع البرنامج مشكور ونتمنى إن شاء الله أيضا تواصلك معنا في حلقات قادمة شكرا لك يا أحمد العفو أخوي علي وأتمنى إن شاء الله أنه قدمنا شيء في إيد الأساد المشاهدين الكرام وأشكرك علي تحت الفرصة مجددة شكرا لك شكرا يا أحمد فيصل فيرنتيني اليوم فاز على ميلان بهدفين مقابل هدف محمد صلاح مالعب المبارات لكن وجه خير على فيرنتيني لأن فيرنتيني ينتظروا مبارا مهمة يوم الخميس مع روما في دور 16 في دول أوروبي بتوفيق محمد صلاح إن شاء الله وإن شاء الله فيرنتيني ينتهى لتشامبز ليقر ومن مهمة صعبة عشان نشوفها عشان محمد صلاح طيك العافية فيصل أبو حامد الإعلام الرياضي المميز كنت معنا في هذه الحلقة الظهور الثاني لك في برنامج الكرة العالمية نتمنى إن شاء الله نشوفك أكثر مرة معنا في هذا البرنامج شكرا لك فيصل طيك العافية الشكر موصول لك يا أخي علي والساد بندر وإن شاء الله نحن قدمنا حاجة إن شاء الله مرضى إن شاء الله لجمال بنا شكرا لك فيصل شكرا لكم مشاهدين الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج الكرة العالمية الأسبوع القادم سنخصص جزء كبير من حلقة الكرة العالمية عن الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد كل التحاية تقبلوها مني ومن طاقم البرنامج رئيس تحرير بندر الشويعر ومن المخرج سعد الفيري ومن جميع الطاقم الفني في هذا البرنامج دمتم في حفظ الله ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة